اشتركوا في القناة اليوم رح يتنقل ما بين السرطان وما بين الاسد طبعا اليوم رح يتواجد هو في منزلة الطرف أو الطرفة وهي للمضر والمشاكل ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق والشركاء أو التعامل مع الشركاء او يعني برضو بتنفع للضغط على العدو يعني بمعنى اخر انه الاجواء رح يكون فيها نوع من انواع الايجابية خلال هذا النهار الان المنازل انتقال المنازل ما لها علاقة بخلو المسار وفي منازل تيجي مشتركة ما بين برجين ما بتتأثر بخلو المسار يعني بتعطي الطاقة الايجابية او تعطي الطاقة السلبية على حسب تأثيراتها وعلى حسب قدرتها احنا منذكرها ومنذكر تأثيراتها ولكن ما لها اي تأثير بخلو المسار الان القمر زي ما حكينا رح يتنقل ما بين السرطان والاسد واغلب اليوم رح يكون في السرطان فعشان هيك بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا ومنميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومننا ممكن يضرف الدموع او هو بقلب صور تذكارية او اشياء من الذاكرة او قصص قديمة او حب قديم اهم يشينكو يجب الانتباه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي نشعر بحافز لالتهام الطعام اكثر علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لحساسيتهم او منكون يعني بتكون في اوجهم بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة ماء او شجائرة الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع بالبيت الاهم حدث راح يكون خلال هذا النهار اللي هو المشتري اللي بتراجع اله فترة راح يعود للحركة الامامية حركة الامامية هاي راح تكون عند منتصف الليل يعني الساعة 11 و40 دقيقة منتصف الليل منتصف ليل 12 على 13 يعني ما بعد الحلقة يعني بمعنى اخر بتوقيت الاردن بحدود الساعة 42 و40 دقيقة فجرا عشان هيك اجلناها لليوم لنحكي عنها في هاي الحلقة لانه بكون هي فترة عودته للحركة الامامية طبعا رجعت المشتري للحركة الامامية صحيح انه هو المشتري في منزلة اسمها هبوطه او في موقع يسمى هبوط المشتري يعني حضوضه اقل ولكن هذا ما بمنع انه يعطي حضوض عشان هيك راح يعطي كثير من الحضوض لجميع الابراج بشكل متفاوت على حسب مكانها وعلى حسب برجها وعلى حسب تأثيراتها الإيجابية طبعا راح يظل المشتري موجود في الجدي لغاية يوم تقريبا لظهر يوم 19-12 وبعدين راح ينتقل للدلو الان هو في منتصف اللي هي درجة 17 تقريبا نقدر نحكي منتصف برج الجدي فعشان هيك منقول اكثر الناس اللي راح يستفيدوا من المشتري هم وليد النصف الثاني من البرج من اي برج يعني النصف الثاني من البرج ياللي هي نص العشرية الثانية والعشرية الثالثة طيب الان بقول لها طيب كل برج ايش اللي راح يستفيدوا من المشتري يعني ايش راح يأثر عليه ايش راح يعطيه الحضوض وين راح تتركز عليه الحمل بتتركز الاستفادة على تدعيم مركزهم الاجتماعي والدفع بمصالحهم في مجال العمل أو عمل جديد أو بفكروا في نوع من أنواع يعني الدعم أو الشراكة أو أشياء من هذا النوع اللي بتحسن الأمور وبتدعمهم وممكن تيجي من خلال أشخاص بثقوا فيهم أو مساعدة من أشخاص بيساعدوهم في مسألة معينة إلها علاقة بالعمل طيب الثور بيستفيدوا في مجال الدراسة الأكاديمية والمواضيع القضائية مواضيع السفر البعيد مواضيع الهجرة مواضيع الاستراد والتصدير يعني بكل ما يتعلق بالبيت التاسع بيأثر على موليد برج الثور طبعا اللي بدي يعرف شو يعني بيوت أو شو تأثيرات البيوت بكل ما تفاصيلها موجود في رابط في صندوق الوصف بالنسبة للجوزاء تعطيهم فرص لمكسب مال بيجي من تركة أو ميراث أو تعويض أو شراكة معينة وفي ناس رح تحصل على قروض بالفترة هاي أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للسرطان بيعززوا شراكتهم في العاطفة بإتمام خطبة أو زفاف أو زواج أو تطوير علاقة من مرحلة لمرحلة أو حتى شراكة بالعمل أما الأسد بيعززوا العلاقة مع الزملاء في العمل يعني بيجيهم نوع من أنواع الدعم ممكن يحصلوا على عمل ممكن تتاح لهم فرصة خصوصا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو يجيك عرض جديد لعمل جديد ولكن بدهم يحذروا من شغلة يمكن بالفترة الماضية يشعروا أنه شوي الوزن يمكن نزل معهم أو الذبذب الوزن بين صاعد نازل صاعد نازل في فترة التراجع الآن بدهم يديروا بالهم شوي لأنهم عندهم قابلية للبدانة أما بالنسبة للعذراء طبعا العذراء بيجتازوا فترة حظ عاطفي ومالي وبيستفيدوا خصوصا النسوة من الدخول في الحمل فهذه الفترة بتدعمهم بشكل قوي وحتى بالغراميات والوقوع بالحب وحبه جديد وأشياء من هذا القبيل وحتى بالترفيه وتغيير الأجواء أما بالنسبة للميزان بيستفيدوا في أشياء إلها علاقة بالعقارات إما سكن أو بيعززوا الروابط العائلية أو فرحة بتدخل على البيت عندهم أو بيستقلوا في مسكنهم أو ممكن بيتاجروا في أشياء إلها علاقة بالعقارات أما العقرب بيستفيدوا خصوصا الطلاب اللي بيكونوا في المراحل الابتدائية والثانوية هذولا بيستفيدوا بشكل كبير بالدراسة والامتحانات وبرضو الفرصة بتكون متاحة لهم إما للتنقلات أو السفر القصير أو شراء سيارة أو تعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران أو مصالحة في علاقة ما بينه بين أخ مثلا وبتكون مفصولة العلاقة ممكن يتم فيها مصالحة أما بالنسبة للقاوس بتتاح الفرصة لهم لمكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي وفرص بتيجي سريع على إلهم بتحسن الوضع المالي لإلهم أما بالنسبة للجدي بيستفيدوا بكل الأمور وأكثر الاستفادة رح تكون على العاطفة وعلى المال وعلى الأمور الفنية على الأمور اللي إلها علاقة بتقوية الشخصية والدعم النفسي أما بالنسبة للدلو تتاح الفرصة لهم للعمل بمؤسسات كبيرة لهم فرصة برضو ممكن يعني بعضهم يوقع بالغرام بعلاقة خفية أو علاقة وراء الكواليس أو يعني بطريقة سرية عاطفة جديدة يعني إحنا مش حابين إنه نخرب بيت اللي بحب على مرته بالخفاء وأعلاقة غرامية إحنا حابين النبي اللي متجاوزين من برج الدلو إنهم يدققوا على هاي الأمور أما بالنسبة للحوت بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على أصدقاء جدد ومنهم ممكن ينضم لعضوية نادي أو جمعية أو نقابة أو يعني منصب اجتماعي عالي جدا بيساعدهم ممكن يرفعهم بشكل عالي جدا حتى على مستوى منصب شهرة أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم أول زاوية رح تكون زاوية تقابل سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 2.19 دقيقة صباحا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 7.36 دقيقة صباحا من واجه مصاعب عراقية اللي بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأنهم أن نحاول نعتمد على الحدود بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 12 وأربع دقائق قبل العصر بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر من أي مسعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة يعني ساعة 12 وأربع دقائق قبل العصر بتوقيت جرينيش ببدأ خلو المسار خلو المسار رح يستمر لغاية الساعة 33 دقيقة بعد العصر وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة 33 دقيقة بعد العصر يعني قبل المغرب بنتهي خلو المسار وبصير القمر استقر في برج الأسد في هاي الفترة بصير الناس من حولنا أكثر كرم مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا طبعا القمر بما أنه رح يكون في برج الأسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 15 تسعة رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة دقائق بعد العصر وحتى تمام الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها للعذراء أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال ستة وعشرين يوم في تمام الساعة 11 وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بيصبح سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بصير عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في السرطان وبدأ ينتقل للأسد مثل ما حكينا لغاية يوم 15 تسعة رح يظل في الأسد مزاجه منتحس حتى ساعات الظهر بعدين بيصير سعيد عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة المزاج سعيد الزهرة في الأسد حتى يوم 12 مزاج منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 رجع للحركة الأمامية سعيد بنسبة 15 تقريبا في المية زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 2021 مزاجه منتحس بنسبة عشر في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج ولكن بميل النحوس بنسبة عشر في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس بنسبة عشر في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم رح يتركز القمر على مرحلتين المرحلة الأولى من الآن من بث الحلقة اللي هي بساعات المغرب لغاية ساعات العصر تقريبا بيظل التركيز كله على أمور إلها علاقة في البيت أو في العائلة أو التقارب من العائلة وبعدين بتتغير الأمور بيصير فيه حضوظ وعاطفة ودعم وبتصير الأجواء فيها نوع من أنواع التحسن حتى على المستوى النفسي لأنه بتفك زاوية التربيع ما بين القمر وما بين البرج اللي هي زاوية التربيع فانتقاله للبيت الخامس هو تثليث وهي زاوية قوية جدا بتعزز من النقاط حتى على المستوى النفسي بشعر بنوع من أنواع الطمأنينة بتدخل لقلبه بحس أنه فيه نوع من أنواع الراحة الطاقة بتصير الزيادة عندكم ولكن لا تنسوا أنه برضو المريخ بيتراجع وتراجع المريخ بيأثر على موليد العشرية الثالثة زي ما حكينا في الحلقات السابقة أنه بكونوا عصبيي المزاج في لحظات بثورة ثورة عارمة ما بتحملوا الانتقاد أو مخالفة الرأي بيحاولوا أنهم يفرضوا رأيهم أو يتحكموا بالأشخاص اللي حواليهم فعشان هيك بدكوا تضبطوا أعصابكم وتبتعدوا عن الحدية بالطباع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى أورانوس اللي بيحقق بعض الإنجازات الجيدة اللي إلها علاقة بأمور بتتعلق بالمال ولكن ممكن تحصل فرص مالية صحيح ولكن بالفترة هاي بتزيد المصاريف أو الدفعات أو الارتباكات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات والحوارات ولكن بدكوا تضبطوا أعصابكم زي ما حكينا وما تحاولوا فرض وجهة نظركم أو أوامركم على الأشخاص اللي حواليكم اللي عندوا امتحان أو عندوا مقابلة خصوصا في ساعات الصباح بدوا يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض في من كل يوم رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا زي ما حكينا أنه القمر رح يكون في البيت الرابع لغاية ساعات العصر فعشان هيك بتكونوا تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم ابتعدوا عن فرض وجهة نظركم أو الأوامر بدها ضبط أعصاب الشغلة ما بدها نوع من أنواع التهكم أو التحكم بدها يعني تقريبا تكونوا مرنين أو يعني تحاولوا أنكم تكونوا متعاونين مع أفراد العائلة من ساعات العصر طبعا القمر رح يصير في البيت الخامس بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات يعني الأجواء بتصير إيجابية وقوية جدا على كل المستوى اللي إحنا ذكرنا إن كان العاطفي أو على مستوى الحضوض أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الشمس موجود فبتدعم بشكل قوي على مستوى العمل وإنجاز بعض الأعمال ممكن يكون في بعض الأمور المرهقة أو المربكة خلال هذا اليوم ولكن إذا استعديت أو إذا تنشطت شوي بتنجز أشياء كثير إلها علاقة بالعمل والأهم أنكم تنتبهوا لصحتكم أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمكم بشكل قوي اليوم على مستوى الشراكي وتدعيم شراكتكم أو تعاملكم مع الشركاء أو حتى ما بين الأزواج فممكن تحمل مصالحة في ساعات ما بعد العصر يعني مصالحة تقارب تفاهم تواصل يعني في أجواء إيجابية بتدعم من علاقتكم ما بينكم وبين بعض أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على المستوى المالي إلا أنه بتكونوا تحافظوا على دفعاتكم أو مشترياتكم حاولوا تقللوا من المصاريف قدر الإمكان لأنه الفترة هاي في نوع من أنواع البذخ وفي قابلية لأشخاص يستغلوكوا أو ينصبوا عليكم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمكم على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا إلها علاقة بالسفر أو حتى بالامتحانات الجامعية هاي الأمور جيدة ولكن إذا كان الامتحان أو المقابلة في ساعات الصباح بتكون تستعدوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الجدي اليوم بشكل زوايا فيها نوع من أنواع صعوبة مع القمر فعشان هيك بنقول لكم لا تخالفوا القوانين لا تجازفوا لا تغمروا حاولوا تشحنوا حالكم بطاقة إيجابية الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الاندفاع أو التهور في بعض المسائل حاولوا أنكوا تحافظوا على سمعتكم وما تدخلوا بمشاكل ما بينكم وما بين زملائكم أو رؤساكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيد شيئا ما يعني بتعزز من نقاط قوة بتيجي على مسألة إلها علاقة بالأصدقاء فممكن تهتموا بمسألة أو بدعوة أو حضور حفلي أو مناسبة أو اهتمام بفرحة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة ولقاء الأصدقاء إما بتروحوا أنتوا أو هم بيجوا عندك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا نبتن بعزز نقاط قوة إلها علاقة في أمور بالعمل إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بصحة أحد الأحبة ولكن الأهم أنك تحاول ما تخلي الوهم أنه يسيطر عليك أو الأفكار السودة بالفترة برج الثور طبعا الأجواء اليوم يعني متقلبة شوي لأنه هي في البيت الثالث بتدعمكم بشكل قوي في عصبية في حدية في نوع من أنواع التوتر ممكن يكون في ساعات الصباح هيك يعني تحسوا بنوع من أنواع التوتر في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الرابع شوي رح يضغطكم بشكل أكبر حاولوا تضبط أعصابكم أثناء تعاملكم مع أفراد العائلة أو مع الأحبة وابتعدوا عن فرض الرأي الأجواء المتقلبة وفيها نوع من أنواع المفاجآت أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات المساء بتكون أفضل فمنكم ممكن يحصل على بعض المكتسبات المالية أو الأرباح أو المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات هدايا مثلا ولكن أهم شيء يتقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحدود اللي عنده تنقلات برضو بده يكون عنده شوية حذر اضبطوا أعصابكم من الإنفعلات من ساعات العصر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي شوي يلفت انتباهك لأنه برضو القمر بوجوده في هذه المنزلة شوي بيأثر على العيلة أو على البيت أو بيخلي تركيزك أو اهتمامك على هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الشمس موجودة وهي بتعزز نقاط قوة إلها علاقة بأمور بالأحبة أو تقارب مع الحبيب أو الحظوظ بتدعمك في بعض المسائل الأهم أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبتعد عن فرض وجهة النظر أو التهكم أو تسميع الكلام الجارح للأحبة أو أنك تحاول تتحكم فيهم يعني ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة من عطارد بتدعمك على مستوى العمل فممكن تعزز نقاط قوة إلها علاقة بالعمل أو عمل جديد مثلا أو يعني عمل مشترك في منك رح يهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بالصحة بس الغالب اليوم أنه رح تكثر عندك الاتصالات في مجال عملك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية على مستوى بيت الشراكي يعني بتتعاملوا أنت وشركائك أو شركاء المال أو الأزواج بتتعاملوا بشكل روتيني ما بينكم وبين بعض ولكن ديروا بالكم من أي خلاف أو نقاش أو حوار ممكن يتصاعد أو يتفاقم أو يكبر فيعني تصلوا لمرحلة إنه ما تسيطروا على أعصابكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو إلها علاقة بالروتين على المستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض الحسابات أو المحاسبية الأمور المحاسبية أو قروض أو ديون أو أمور إلها علاقة بميراث إلها علاقة بنفقة إلها علاقة بقضايا مالية يعني فيه نوع من أنواع الاهتمام مع هاي الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فبتكوا تحذروا اللي عنده امتحان أو عنده مقابل اليوم ديكون حذر ما يعتمد على الحظوظ حتى اللي عندهم سفر بدهم يتفقدوا كل مقتنياتهم وأغراضهم اللازمة للسفر حتى موعد الطيارة وما يستلزم للسفر حتى على الطرقات المفتوحة بدكوا تنتبهوا الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على البيت التاسع ما تهملوا الأوراق القانونية ولا المعاملات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك بشكل إيجابي على مسائل إلها علاقة يعني بالعمل المشترك أو حتى بالسمعة فممكن نتعزز من سمعتك مثلاً وعلاقاتك أو علاقتك مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم فشوي بدها نوع من أنواع ضبط الأعصاب وبرضو ما في داعي لا لمخالفة القوانين ولا للمجازفات ولا للمغامرات خلال هذا اليوم لأن الأجواء ما رح تكون لصالحكم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتعزز نقاط قوة إلها علاقة بالتواصل مع الأصدقاء اليوم رح تنشطوا بأمور إلها علاقة بالأصدقاء أو اللقاءات والأغلب إنها رح تكون عندكم يعني زيارة تكون عندكم أو أنتوا تتواصلوا المهم أن الفترة هاي ممتازة حتى لتوجيه الدعوات والأفراح أو خبر صار أو أمور من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بدك تظلك حذر من المريخ من هون لنهاية السنة يعني رح نظل نعيد نفس الفقرة هاي من اليوم لنهاية السنة فبتكونوا تظلوا تسمعوها ديروا بالكم من أعداء متخفين وراء صداقة أو أشخاص بتكيدلكم أو بتتآمر عليكم أو بتستغيبكم ما تدخلوا على أماكن مجهولة ما بتعرفوا شيء فيها ديروا بالكم من المخاطر أو الأشياء الخطرة أو العمل في الأشياء الخطرة يعني هاي الأمور بدكوا تنتبهوا لها وبرضو على الإصابات في منطقة الظهر أو منطقة الأمعة بدكوا تنتبهوا من هاي الأمور بشكل جيد انتبهوا على عملكم انتبهوا على إنجازاتكم بمكان العمل راقبوا صحتكم وممكن صحت أحد الأحبة برج الجوزاء طبعا اليوم القمر موجود في البيت الثاني ودي انتقل للبيت الثالث بعطيك دفعة جيدة بعطيك شوية حماسة أكثر كل ما اقتربنا لساعات العصر أكثر بتصير الأجواء أحسن وأحسن حتى نفسيا بتحس الأمور أفضل صحيح أنه شوي كان في بعض الأحداث خلال اليومين الماضيات ولكن إجمالا ابتداء من اليوم راح تحس الأجواء تغيرت بشكل جيد بالنسبة للبيت الثاني طبعا اليوم تتجنبوا شراء أي شيء ثمين أو التبذير أو الإصراف أو مضيعة المال أو التفكير المادي شوي الأجواء ممكن تجلب بعض الفرص المادية لبعض الأشخاص من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكثر المصاري في الضغط المالي بالفترة هاي شوي راح يكون مربك أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء من ساعات العصر منتقل القمر بصير في البيت الثالث فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والسفر القصير أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات وتضبطوا أعصابك أثناء الحوار أو النقاش أو أثناء أي خلاف يعني حاولوا ضبط الأعصاب قدر الإمكان وخصوصا أثناء تعاملكم مع أحد الإخوان أو أحد الجران أما بالنسبة للامتحانات فطبعا أهم شيء أنه اللي بده يقدم امتحان من ساعات العصر وما بعد يعني اللي في الدول الثانية بده يكون دارس ومستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الشمس موجود في البيت الرابع بتدعمك بشكل جيد على مستوى البيت والعقار والتقارب مع الأهل صحيح أنها بتجيب بعض الأشياء الحادة زي نقاشات وحوارات أو بتنكشف بعض الأمور أو بتتواجه في بعض الأمور أو ممكن يدخل نقاش أو تتحاسب أو معاتبة أو أشياء من هذا القبيل ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت في بعض الأمور وفيه ممكن بعضكم يهتم في مسائل إلها علاقة بالعقار أو شراء بيت مثلا أو ديكورات أو تغييرات أو تصليحات أو حتى العودة للأرضك الأم مثلا ترى تنهاجر أو مسافر ترجع لبلدك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا عطارد عطارد بدعمك على مستوى التواصل والاتصالات والتقرب من الحبيب أو أمور إلها علاقة في علاقة بأحد الأشخاص الأحبة ممكن مرافقة مثلا تغيير جو أو هيك حب تطلع نوع من أنواع الترفي أو مسألة لها علاقة بهواية يعني الأجواء بتدعمك على هذه المسائل وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة ما بين الأبناء ما بين الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل شيئا ما ولكن من ساعات العصر بدك تنتبه ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تشعر بصعوبة إنجاز عمل معين يعني الموضوع بتطلب منك تركيز ما تراكم الأعمال ما تهم الأعمالك وبرضو بدك تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بيت الشراكم ما في أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك الإهتمامات بتكون على مسائل إلها علاقة يعني النقاش حوار ما بينك وبين الشريك أو الزوج أو الزوجي بالفترة هاي يعني تطلب منك بس ضبط الأعصاب وعدم الانفعال عدم التسرع لأنه الأجواء برضو ما بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو رجعنا للأموال المشتركة هنا برضو نفس الحوار عن المال وهون عن الجدي صحيح المشتري رح يعزز نقاط قوة إلها علاقة ببعض الأمور المالية زي تحصيلات أو زي أنه مثلا تأجل دين أو تعمل فوترة لدين أو تجد باب لدعم معين مالي يعني بعزز بعض النقاط القوية لإلك ولكن بالمقابل بدك تنتبه من بعض المحتالين أو النصابين أو النزوات أو الأفكار اللي شوي ممكن تخليك يعني تتصرف تصرف غير جيد اتجاه المال بدك تكون حذر من هاي الأمور وبرضو ما تخلف أو تهمل أي موضوع إلو علاقة بالقضايا المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى مسائل إلها علاقة بالسفر أو السفر البعيد أو التنقلات أو الاتصالات يعني تقريبا بتكون الأمور على طبيعتك أما أهم من نقاط أنك أنت يعني شوي تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحنات أو بالتنقلات أو بعلاقتك مع الأجانب بدك تكون أكثر وضوح وتضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة الأجواء تقريبا بنقدر نحي فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك بشكل جيد على مستوى عمل جديد أو إتمام أعمال أو علاقتك مع زملائك رؤسائك في العمل برضو بتكون جيدة على مستوى بيتك 11 المريخ ممكن يعمل زعل أو عتب أو جدال أو خلاف ما بينك وبين أحد الأصدقاء ضبط الأعصاب مطلوب ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس اللي بيجيب مفاجآت أعداء متخفيين مواضيع متخفي بتطلع بتنكشف أشياء لها علاقة بالصحة بالعمل هاي كلها بدها نوع من أنواع الانتباه حاول أنك ما تهملها حاول أنك يتدقق حتى إذا كان الموضوع بتعلق بصحة أحد الأحبة أنك أنت يعني تكون جد هذا الموضوع برج السرطان طبعا اليوم في نشاط في حيوية في ثقة بالنفس ممكن أنك تواسطوا عملكم أو الأعمال اللي بدأتم فيها من قبل يعني تكرروا المحاولة فيها بتلاقي الأمور بتمشي أهم إش أنكم في اليوم هاد لأنه في خلوة ومسار عنا ويعني ما تبدأوا بعمل جديد حاول أنك تنجز الأعمال اللي بين إيديك طبعا في ساعات العصر القمر رح يصير في البيت الثاني لإلك في الأسد لعشان هيك بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم إش أنكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة والتبذير ممكن بعضك يحصل بعض الأموال اللي بتجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن ينتبه من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشطوا بالاتصالات والحوارات والتنقلات وحتى أمور إلها علاقة بالاهتمام الاهتمام مثلا بسيارة، بتليفون، بأجهزة إلكترونية أو حتى بنقاش أو حوار أو إقناع أشخاص بوجهة نظركم يعني ضبط الأعصاب مطلوب ممكن يكون لك تعاون مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي بتطلب منك الصبر شوي يعني ما تحتد، ما تعصب، ما تدخل بنقاشات، حوارات يعني أشياء ممكن أنها تستفزك بالفترة يحاول أنك تبعد عنها قدر الإمكان إنجز أعمالك وواجباتك المنزلية بشكل روتيني ممكن اليوم يحمل لك أكثر من لقاء أو تعاون ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء منقدر نحكي إنها روتينية على المستوى العاطفي خلال هذا اليوم يعني تتعاملوا على حسب طبيعتكم مع الأحباء ما في أي خوف يعني ما فيها التأثيرات للكواكب يعني ممكن أنه بعضك يدخل بنقاش أو ينزعج من موقف معين العلاقة بالحبيب ولكن هاي قلة من موليد برج السرطان اللي ممكن يشعروا فيها أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى عملكم إنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم حاول ما تراكم الأعمال عليك وبرضو بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات أو من بعض الأمور اللي ممكن يعني شوي تكون عبئ أو حمل عليك حاول أنك تنتبه برضو لصحتك أهم إشي لأنه ما فيه إشي زي الصحة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة شوي الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر يعني حاول أنه زي ما حكنا موليد العشرية ثالثة تحديدا ابعدوا عن النقاشات والحوارات والخلافات والصدامات ما بينك وبين الأحبة ما في داعي لتطوير الأمور أو تهويل الأمور يعني حاولوا أنه تنهي نقاشاتك أو حواراتك بشكل ودي بدون تكبير المسائل أو أنك تسعوا للمشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا إلى بعض الاهتمامات على مستوى الأموال المشتركة أو اهتمام في مسائل إلها علاقة بالأموال زي سداد دين أو قرض أو اهتمام بدفعة معينة أو حتى بأموال الغير زي أموال الزوج أو الزوجة أو المحاسبة أو المطالبة أو الاستفسار أنا أمر بتعلق في أمر المادي فديروا بالك من القلق وديروا بالك إن وجه لكم نوع من أنواع المحاسبة إنك يستفزكم الأمر أو تعصبوا عليه أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بامتحان بمقابلة بمناقشة بشغل إيشي العلاقة بالجامعة يعني الأجواء بتدعمك على كل هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها أهم إيشي إنك أنت يعني تكون دارس ومستعد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا المريخ والمريخ موجود في بيت السمعة فهو أنا من قلك لا تجازف لا تغامر لا تدخل بأعمال مشبوهة حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ما في داعي للحدية ولا تتغلب أو تتهور أو تتأخر عن دوامك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء في ساعات المساء ممكن تنزعج من تصرف أو يصلك خبر مثلا عن أحد الأصدقاء شوي يزعجك أو يقلقك أو يوترك فعشان هيك دير بالك إذا كان في مناسبة أو اجتماع أو لقاء يعني ما تبين أنك منزعج حتى لو حد حاول أنه يستفزك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا منقول لك انتبه لأعمالك يعني الأجواء تقريبا بتصير إيجابية كل ما اقتربنا للعصر على مستوى بيت المتاعب فبتساعدك على إنجاز أعمالك وبتساعدك على الاهتمام بصحتك أكثر ممكن شوي يكون فيه اهتمام لصحة أحد المعارف مثلا برج الأسد طبعا التعب اللي بتشعر فيه وهذا الإرهاق وهذا التوتر اللي أنتو حاسين فيه إلكو 3 أيام تقريبا مع اقتراب ساعات العصر بتبلش الأجواء تتحسن بشكل إيجابي بتنتلقوا بعدها بالنشاط والحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات عشان تناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك يعني الأجواء تقريبا راح تصير إيجابية حاول تتحمل تمشي الأمور بطريقة روتينية لغاية ساعات العصر لحد دي ما القمر يصير موجود عندك بتصير الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الشمس موجود في بيت المال ممكن أنه تشعر ببعض الحاجة للمال في منكو راح يحصل أموال من عمل إضافي ولكن بعضكو راح تزيد عليه المصاريف أو المتطلبات أو المطالبات المالية أو الغرامات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى الاقتصالات والحوارات والتناقلات وأمور إلها علاقة بالتواصل والنقاشات وحتى في أمور حتى التسويق هذه الأمور جيدة ممكن تهتم لبعض المسائل اللي إلها علاقة إما بألكترونيات سيارات أمور هواتف مثلا يعني عندك اهتمام بكل الأمور اللي بتطلب اهتمام بالاتصالات أو المواصلات أو التنقلات أهم إشي إلني عند النقاشات تضبط أعصابك فقط لا غير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا يعني ممكن يكون لك بعض النشاطات على مستوى البيت ولكن من ساعات المساء ممكن يصير فيه موضوع بوترك أو بقلقك إلو علاقة بالبيت بالعائلة نقاش حوار موضوع معين يعني بتطلب منك الحذر أو بتطلب منك أنك أنت شوي تكون دقيق في بعض الأمور المنزلية خلي فيه نوع من أنواع التقارب والتفاهم ما بينك وبين أفراد العائلة بدون نقاشات أو حدية أو الإنزعاج ممكن ينشغل ببعض المهام المنزلية أو بعض الواجبات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الاهتمام على المستوى العاطفي خلال هذا اليوم فممكن تهتم بأحد الأحبة وخصوصا من ساعات المساء يعني الاهتمامات بتزيد أو الرغبة بالتقارب بتزيد أو ممكن يعني تشعر بنوع من أنواع العاطفي الجياشي خلال هذا اليوم أهم شيء ما تدخل بنقاشات حد ما بينك وبين أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فتقريبا الأجواء منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى العمل فممكن تنشطوا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل فإنجزوا أعمالكم وما تخلوها تتراكم والأهم إنك تهتموا لشؤونك الصحية خلال هذا اليوم يعني ما زالت الأجواء ضاغطة بوجود القمر في بيت المتاعب فرح تحسوا ببعض التعب أو الوهن أو الأوجاع أو أشياء ممكن عابرة تكون لغاية ساعات العصر وبعدين من ساعات العصر تختفي هاي الأمور أما بالنسبة إلى البيت السابع فالأجواء روتينية أثناء تعاملكم ما بينكم وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفة أو الأزواج يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما في أي شيء إيجابي ولا أي شيء سلبي أهم شيء ضبط الأعصاب وعدم إشعار الزوج بأنك منزعج أو مضغوط هاي أهم النقاط على أساس أنه ما يصير في خلاف أو يصير فجوة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة ببعض المسائل المالية المشتركة زي مواضيع إلها علاقة باهتمام مثلا ديون قروض سداد قضايا غرامات أمور إلها علاقة في المحاكم بنفقة ضريبة أشياء زي هيك ممكن يكون لك بعض الإهتمامات فيها اليوم أهم إشي إذا كان في قضايا حاول إنك ما تهملها وحاول إنك تقدم أوراقك بشكل كامل في منكم رح يحصل على بعض المكاسب اللي ممكن تجي من خلال قرض أو مساعدة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا هنا منحكي عن المريخ مواضيع مزعجة إلها علاقة بالسفر أو إلها علاقة بالسفر أحد الأحبة أو بتعامل إلو علاقة مثلا بيكون ما بينك وبين مثلا شخص أجنبي أو مقيم خارج البلاد أو جامعة مثلا أو هيئة تدريسية أو تعليمية أو امتحان أو مقابلة هدولا كلهم اليوم ممكن أي وحد فيهم تظهر على الساحة حسب تخصصك طبعا إحنا بنذكر كل شيء بتعلق في البيت التاسع فعشان إيك حاول تهتم وما تهمل هاي المسائل وتكون مستعد بشكل جيد وخصوصا بالامتحانات والقضايا القضائية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة متقلبة فعشان إيك إحذر تشويه السمعة بالفترة هاي لا تجازف ولا تغامر ولا تخالف القوانين ولا تدخل بأشياء مشبوهة يعني بتطلب منك إنك ضبط الأعصاب أو ضبط النفس بشكل كامل بدون مجازفات أو مغامرات أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أو الحوار أو الاتصال معهم أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام لسه القمر ما انتقل بالكامل فلغاية ساعات العصر ممكن بعضك يشعر بالتعب أو تراكم الأعمال أو عدم القدرة على إنجاز بعض الأعمال حاول تهتم لصحتك لغذائك ولراحتك برج العذراء طبعا كل الأمور اللي أنتوا حاسين فيها من نشاط أو حيوية أو رغبة بالتواصل أو تحالف الأصدقاء أو تقرب الأصدقاء منك يعني مع ساعات العصر شوية رح تدخلوا بفترة صعبة شوي عشان هيك منقول لكم أي شيء عندكم حاولوا تنجزوه حاولوا ما تخلوا الأعمال تتراكم عندكم المهم جدا يعني حاولوا إنكم قبل ما يصل ساعات المساء تكونوا أنهيتوا الأشياء الضرورية والمهمة من أعمال وواجبات لأنه من ساعات العصر خلاص بتدخلوا فترة غير مريحة وبتطلب منكم نوع من أنواع الانتباه أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني منقدر نحكي أنه فيه نوع من أنواع الاهتمامات للمسائل المالية عطارة بدعمك ممكن تحصل بعض المكاسب أو بعض الاهتمامات خلال هذا اليوم فيه منكم ممكن يحصل هدية أو دعم مثلا أو مكافأة أو أو شيء له علاقة بتحصيل أموال من عمل إضافي ولكن بك تنتبهوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ابتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات ولكن في ساعات المساء بصير فيه نوع من العصبية والحدية والانزعاج والتعب من إنجاز بعض الأعمال أو تراكم الأعمال عندك وممكن تسبب لك نوع من أنواع الإرهاق عشان هيك تطلب منك الموضوع أنك أنت يعني تحاول تنجز الأمور تنتبه لحركتك لنشاطك وما في داعي للإنفعال أو للتهور خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اليوم إلها علاقة بالبيت ترتيب تصليح تنظيف ممكن إهتمام ببعض الصيانة أو الأشياء اللي إلها علاقة بالمشتريات الضرورية المنزلية في منك رح يهتم بنقاش أو حوار أو موضوع عائلي ممكن يظهر على الساحة يتطلب منك الاهتمام أو يكون مهم ويلفت انتباهك أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي تقريبا الأجواء زي ما حكينا على العشرية الثالثة ضاغطة فديروا بالكم من أي خلاف أو نقاش أو حوار ما بينكم بين شركائك أو ما بينكم بين أحبائك لأن الفترة هذه صعبة شوي صحيح المشتري رجع للحركة الأمامية ورح يدعمكم ولكن مش من أول يوم يعني خلال أيام الجاية بتلاقي الأجواء تحسنت أكثر يعني بصير فيه نوع من أنواع الدعم على هاي المسائل ولكن اليوم تحديدا رحاولوا ضبط أعصابكم أثناء تعاملكم مع الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل يعني بتنجزوا أعمالك بشكل روتيني على حسب طبيعتكم ممكن بعضكم يكون لوا بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بإنجاز أعمال أو إشي بتعلق بزميلك برئيسك بالعمل وممكن اهتمامات صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الشراكي ممكن تعمل تقارب جيد أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق ولكن بدك تحذر في ساعات المساء من أي عصبية أو حدية أو حوار أو ممكن خلاف ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج فضبط الأعصاب مطلوب مش يعني أنه القمر وصل لبيت المتاعب يعني أول ما الدق الدق بالقريب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من النوع الإيجابيات على مستوى الأموال المشتركة ولكن بتضغطك بالمتطلبات أو المطالبات أو الالتزامات حتى لما تيجي الطالب بفلوس لإلك أو بحقوق لإلك بالفترة هاي بتلاقيها بصعوبة وبحدية وبتلاقي فيه نوع من أنواع العصبية حاول تضبط أعصاب قدر الإمكان من إنفعلاتك ومن توتراتك وتوجيه التهم ديروا بالكم من توجيه التهم لبعض الأشخاص إذا كان عندك قضايا مالية حاول أنك تأديها بوقتها بدون ما تخليها تتراكم عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء من أورانوس بتجيب لك اتصالات مفاجئة أخبار مفاجئة مثلا حوار مع بعض الأشخاص خارج البلاد بشكل مفاجئ امتحانات مفاجئة حتى ممكن تنحط بنقاش أو حوار بشكل مفاجئ عشان هيك بدك تكون مستعد وجاهز لبعض الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة دعني تقريبا بنقدر نحكي روتينية ممكن تهتموا فيها على حسب طبيعتكم على حسب أعمالكم أهم الشي ما تشوهوا السمعة ما تجازفوا ما تغامروا ما تدخلوا بأعمال مشبوهة ممكن يكون لك بعض الاهتمام مثلا بزميل أو رئيسك بالعمل أو ممكن تسمع كلام إطراء أو ثنى على بعض الإنجازات أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 بدعمك على مستوى الأصدقاء فممكن اليوم يعني يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تعارف أو تفاهم على مسأل معين ما بينك وبين أحد الأصدقاء يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وهاي بتدعم العلاقات الجيدة وبتمتنها أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا زي ما حكينا أنه الخمر موجود في بيت المتاعب من ساعات العصر فبتكون تنتبهوا من ساعات العصر بأنه رح تدخلوا فترة غير مريحة زي ما حكينا في بداية الحلقة انتبهوا أكثر لصحتكم ما توقع على عقد ما تحسم أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض ممكن برضو تحمل لك نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو الأقارب أو المعارف برج الميزان طبعا أهم نقطة أنه اليوم يعني بتطلب منكم شوي هيك ضبط الأعصاب ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر أو القلق لساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية أكثر ممكن تنشطوا بمسائل إلاها علاقة بالأصدقاء أو المعارف أو اللقاءات أو دعوة مثلا لحفلة أو مناسبة أو حتى أنه ممكن تنشط بإنجاز بعض الأمور المهمة الأجواء يعني متقلب خلال هذا اليوم بين مزاجين فعشان هيك ممكن تشعر بالإرهاق في أولها وبالراحة في آخرها أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن اليوم يعني شوي الأجواء على المستوى المالي يكون لك بعض التفكير بحسابات أو التزامات أو دفعات أو غرامات حاول قدر الإمكان ضبط ميزانيتك بشكل جيد ما تتهور وما تدخل بأي شيء بالعلاقة بالمصاريف المالية المفاجئة أما بالنسبة للبيت الثالث فنشاطك المعتاد يعني حركتك على طبيعتها حواراتك على طبيعتها ممكن بعضك يكون عنده بعض الاتصالات الروتينية كحوار ونقاش أو تواصل مع بعض الأشخاص أهم شيء ضبط العصاب ما في داعي للعصبي وللحدية في منك راح يكون له تعامل مع أخ أو جار أو يسمع خبر إلو علاقة بأخ أو جار ويهتم فيه اللي عنده امتحانة أو مقابلة يحاول يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا هنا المسألة إلها علاقة في البيت فما زالت الأجواء على موليد العشرية الثالثة الموليد العشرية الثانية اليوم أحسن تقريبا مع عودة المشتري للحركة الأمامية ولكن الثالثة بدهم يهتموا بمسائل إلها علاقة بالبيت ممكن نقاش حوار موضوع معين بيطرع على الساحة ممكن تهتم ببعض المشتريات أو الأعمال المرهقة حتى لو كانت صياني وأعمال منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا بتدعمك بشكل قوي على أمور إلها علاقة بالعاطفة أو التواصل مع الحبيب أو تقرأ للحبيب خلال هذا اليوم حتى مديد العون للحبيب أو الفضفضة أو الكلام ما بينك وبين الحبيب ممكن يكون له طعم آخر في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة خلال هذا اليوم أهم إشي أنك ما تخلي أعمالك تتراكم حاول تنجزها أول بأول أما بالنسبة للبيت السابع فالمريخ موجود في بيت الشراكة ما زال ضاغط وخصوصا الآن بلش يقترب للعشرية الثانية فالعشرية الثالثة والثانية هم أكثر ناس بدون ينتبهوا من الخلافات اللي بتيجي بشكل مفاجئ ما بينهم وبين الأزواج أو ما بينهم وبين شركائهم ما في داعي للانفعال ما في داعي للعصبية ما في داعي لفتح مواضيع قديمة أو أنك تساعد الأمور وتكبر الأمور ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية شيئا ما ممكن تظهر بعض المسائل من أورانوس إلها علاقة بالأمور المالية بشكل مفاجئ مصاريف دفعات مطالبات أو قلق على وضع مالي معين أو ممكن أشياء إلها علاقة هيك بصدمة مالية ممكن أمر إلها علاقة بنفقة بقضية بحوار مالي مثلا أو شخص يطلب منك كفالة أو ضمان أو دين حاول أنك مادة ينحد وما تكفل حد بالفترة هاي لأن الأجواء مش مساعدة لأيلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها بعض النشاطات على مستوى الاتصال البعيد أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات المساء بتصير أفضل ممكن يعني اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم يطلب منه بس الدراسة والاستعداد بشكل جيد وما في داعي للدخول بمواجهات أو خلافات أو نقاشات حدي ما بينك وبين أشخاص مقيمين خارج البلاد ممكن تطلقى اتصال أو معلومة من خارج البلاد شوي يعني تكون غريبة أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة تقريبا الأجواء مروتينية يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أهم شيء أنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين ويعمل أعمالك بشكل روتيني أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وخصوصا من ساعات المساء الأجواء بتصير أحسن وأحسن وأقوى منكم ممكن يشارك في حفلة أو في مناسبة سعيدة أو يسعد بلقاء بعض المعارف أو الأقارب خلال هذا اليوم يعني الأجواء فيها إيجابية قوية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما في أي كواكم موجودة عشان هيك بتقدر تنجز عامالك وإن كثرت الأهم تنتبه لوضعك الصحي لغذاءك إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك وبرضو اهتم بصحة الأحبة إن صار لأحد الأحبة الشيء لا يقدر الله وإنت يعني طلب منك الاهتمام برج العقرب طبعا اليوم النشاط عالي جدا يعني ما زالت الأمور بشكل أو بأوجهة بالنشاط بالحركة بالحوارات بالاتصالات سرعة البديهة عندك عالي جدا وبرضو بتقدر تطلع الأشياء اللي جواك وتوصلها للأشخاص اللي حواليك وما بيهمك يعني جراءتك عالي جدا بالحوار أهم شيء إنه تضبط عصابك بس ما في داعي للإنفعال أو للتهور أو للعصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتدعمك بشكل قوي اليوم على مستوى أمور إلها علاقة بالوضع المالي وممكن تحصل بعض المكاسب المالية من عمل إضافي مستردات بات دعم يعني في فرص جيدة لإلك وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات المساء بصير أفضل وأفضل أهم شيء إنك تبتعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات طيلة النهار إلا في ساعات المساء بتحس أنه أنت يعني أجل وقت أنك أنت تأخذ راحة أو بتقل هاي النشاطات عندك ممكن تنشط باتصالات هاتفية أو تواصل مع بعض الأشخاص في منك رح يتنقل لأكثر من من كان وممكن تسوق لعمل وسرعة البديهة حتى ممكن تنقذك من موقف معين أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت وتعاملك مع البيت أو أهل البيت بتكون روتينية يعني على حسب طبيعتكم ما في أشياء لا إيجابية ولا سلبية على طبيعتكم تتعاملوا خلال هذا النهار تنجزوا أعمالك أو مشترياتك أو اهتماماتك روتينية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء اليوم جيدة على المستوى العاطفي وهي بتعمل نوع من أنواع تقارب مع الحبيب أو مع الأحبة ممكن حوار أو نقاش أو ممكن أنه يعني يكون مناقشة أمر حساسة شوي خصوصا مع أحد الأبناء أهم إشي أنك ما تتزمت في رأيك وما توجه انتقادات مباشرة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأحد الأحبة أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء من المريخ ممكن تراكم عندك بعض الأعمال أو تضغطك بعمل معين أو إنجاز عمل معين فعشانك تحاول قدر الإمكان أنك تركز بشكل جيد ما تندفع ما تتهور ما تغامر وبرضو ما تتسرع بإنجاز أعمالك عشان ما يصير فيها أخطاء بالنسبة للصحة برضو لسه بحاجة لنوع من أنواع الانتباه أو الاهتمام أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا أورانس اللي بيحدث المفاجآت إما إيجابية أو سلبية على حسب طبيعة العلاقة ما بينك وبين شريك المال أو شريك العاطفي اللي هو الزوج فممكن يا العلاقة قمة الإنسجام يا في لحظة ممكن تولعه في بعض وتصير قمة العصبية والإنفعال فهاي يعني بتعود إلك أو الإشي ولكن أورانس بيكبر الموضوع فعشان هيك بتكونوا حذرين من تصعيد الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى اهتمامك بالمسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تهتم فيها على حسب طبيعتك يعني سداد ديون أو ديون أو قروض أو تحصيل بعض الأموال اللي إلك أو مطالبات مالية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض بالديون أهم إشي إذا كان عندك قضية مالية تهتم في أوراقها وتهتم فيها وما تهملها نهائيا أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود فيه فبس منقولكو اللي بده يتقدم لامتحانة أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وأثناء حواراتك ونقاشاتك مع أشخاص خارج البلاد وتكونوا مارنين وممكن يظهر مسألة إلها علاقة بالسفر البعيد إلاك أو لأحد الأحبة أو مواضيع إلها علاقة بالجامعات والدراسة أما بالنسبة لساعات العصر طبعا القمر بده ينتقل للبيت العاشر فعشان يك بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية فترى مناسبة للي بيبحث عن عمل أهم شيء إنك تتجنب الخلافات وإسعى لتلطيف الأجواء أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء لأجواء مناسبة وبتدعمك بقوة وفي أجواء سعيدة ممكن ينكشف لك موضوع لو علاقة بصديقة أو معرفة يعني بتكون زي صدمة أو بتتفاجأ من هذا الحوار أو كذب هذا الشخص فأنت تكتشفه اليوم أو يتلمح لك عن هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء على مستوى بيت المتاعب عندك قدرة عالية على إنجاز بعض الأعمال أو الأعمال الضرورية أو الاهتمام في أمور صحية ممكن تهتم بغذاءك أو تحاول تراقب وزنك بالفترة لأنه شوي في نوع من أنواع عدم الثبات بالوزن صاعد نازل فعشان هيك هذا القلق بحيرك إلى هذا اليوم وممكن قلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا القمر مازال موجود في البيت الثامن فعشان هيك يتطلب الأمر منك نوع من أنواع التركيز على مسائل إلها علاقة بالمال ممكن اهتمام بقروض يون تحصين وضع مالي أشياء زي هيك أو ممكن الاهتمام ببعض التحصيلات المالية يعني الوضع المالي هو أكثر إشي بتركزه عليه طيلة النهار في ساعات المساء رح تنعكس الأمور بشكل تام لدرجة أنه رح يكون فيه عندك يعني أعمال كثيرة أو نشاط كثير أو اتصالات كثيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاهتمامات رح تكون على بعض الأمور المالية أو الدفع أو الالتزامات خلال هذا اليوم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي مستردات هبات مثلا أو هدايا يعني الأجواء عندك أنت مزعج شوي من ناحية مالية وانت منزعج من الضغط هذا بتطلب منك الحكمة لتصريف الأمور فترة بسيطة يعني ابتداء من بكرة تلاقي الأجواء تغيرت وممكن تحمل لك بعض الفرص الإيجابية والدعم أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء روتينية على مستوى اتصالاتك حواراتك وتواصلك مع الغير اللي عنده امتحانة أو مقابلة يبدو يركز بشكل جيد ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالنقاشات أو التسويق أهم شي قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك وما تندفع وما تتهور أثناء النقاشات أو الحوارات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحيين وممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالبيت أو حوار منزلي أو نقاش عائلي شوي يخليك تكون متوتر خلال هذا النهار حاول أنك أنت تتفهم وجهة نظر الغير وحاول أنك تجد مبررات للغير ما في داعي أنك تنفعل وتعصب من لا شيء أو على شيء يعني ما بيتطلب منك كلها العصبية إنجز أعمالك وخلي في تقارب عائلي ما بينك وبين العائلة بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء ما زالت ضاغطة وهي تعمل خلافات ما بينك وبين الأحبة أو نقاشات أو حوارات أو حتى ما بينك وبين الأبناء أو حتى ما بينك وبين الوالدين ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي لتصعيد الأمور زي ما حكينا وما تخلي المريخ يأثر عليك بشكل سلبي ويوصل لك قطيعة في علاقة عاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا عندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بأعمالك ممكن يظهر لك عمل مفاجئ اليوم أو يعني تهتم بإنجاز عمل بطريقة ما أهم إش ضبط الأعصاب مطلوب ومراقبة الأمور الصحية يعني برضو مطلوبة أما بالنسبة للبيت السابع فعلاقتك أنت والشريك روتيني يعني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا يعني ممكن تكون قمة الإنسجام وممكن تكون قمة العداء وهاي بترجع على حسب الطبيعة أو حسب تكوين علاقتكم مع بعض ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للتصعيد يعني أنت نازلت عن مسألة معينة ممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليوم تتفحصوا حساباتكم المالية أهم شيء أن تحذروا من أي خطوة مالية جديدة ما في داعي للكفالة أو لضمانة شخص أو حتى للمراهنة على مسألة ما إذا كان في أي شيء لعلاقة بالقضايا المالية حاولوا تهتموا فيها وما تهملوها من ساعات العصر طبعا القمر بصير في البيت التاسع بيت حليف لا إلك وقوي جدا فبتنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء أن تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة ما بين المدن أثناء الامتحانات أم المقابلات بتكونوا مستعدين بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا بيت السمعة منقول لكم الشمس بتدعمكم بشكل جيد وبشكل قوي بمعنى آخر ولكن انخالفت القوانين وجازفت ودخلت بأشياء مشبوهة لا الشمس بتنفعك ولا حتى المشتري بنفعك فبدك تدير بالك من أنك تجازف أو تغامر أو تخالف القوانين حاول ضبط العصاب قدر الإمكان ما تتغيب عن عملك أو تتأخر ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هو بيت الأصدقاء دير بالك بس أنه من الزعل أو العتب ولكن إجمالا يوم إيجابي بدعم علاقتك مع أصدقائك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء يعني بتسعد بلقاء الأحبة بقدر الإمكان في بعض المسائل خلال هذا اليوم يعني الأجواء فيها إيجابي أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب ما في أي كواكب فعشان هيك بنقول لك بس إنجز أعمالك الضرورية والمهمة راقب غدائك راقب صحتك يعني الشغلة بدها بس نوع من أنواع الانتباه ما تجازف ما تدخل على أماكن مشبوهة أو أماكن مجهولة برضو في نفس اللحظة يعني دير بالك من أشخاص بيكيدوا لك بالخفاء أو بتآمروا عليك بالخفاء برج الجدي طبعا القمر مقابلكو تماما في ساعات المساء راح يتحرك للبيت الثامن الأجواء صحيح ما عندكو طاقة في أمور مقربطة عندكم هيك حاسين في نوع من أنواع الضغط أو عدم القدرة على إنجاز بعض الأمور من ساعات المساء بتتغير الأمور إيجابية وبتصير داعمة لكو بشكل إيجابي يعني في نوع من أنواع الدعم النفسي وبعض الأمور اللي ممكن تعزز الأمور يعني بشكل أفضل من الأيام اللي مضت أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه في بعض الاهتمامات على المستوى المالي ممكن تصير في ساعات المساء لتحصيل مكاسب مالية أو أموال لإلكم أو يجيكم بعض الدعم أهم شيء تقليل المصاريف طيلة النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تدعمكم بالاتصالات والمواصلات والتناقلات والحوارات وأمور إلها علاقة بالسيارات ممكن تظهر بشكل مفاجئ أو اتصالات مفاجئة أهم شيء إذا كان في حوار أو نقاش عندكم اليوم أو مقابلة أو امتحان تستعدوا بشكل جيد في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسيارات أو إلها علاقة بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر أو القلق على أحد أفراد البيت أو أفراد العائلة الأجواء شوي ضاغطة سلبية فعشان هيك شوي فيه نوع من أنواع الحمل عليك أو الضغط عليك حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية تنجز أعمالك المنزلية وتعمل الأشياء الواجب عليك وتخلي فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية وفيها أخبار جيدة برضو إلها علاقة بالبيت أو أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا أورانوس اللي بيجيب المفاجآت على المستوى العاطفي ممكن يكون لك بعض الاهتمام في مساء العاطفية أو إنجاز بعض الأمور العاطفية خلال هذا النهار ممكن تهتم في مسألة إلى علاقة بعمل مثلا أو يعني عمل بتطلق مساعدة الحبيب أو عمل بخص الحبيب وفيه منك راح يكون بتواصل وحوار بتعلق بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها ضاغطة على مستوى العمل فممكن تتراكم الأعمال أو تتصعب من بعض الأعمال خلال هذا اليوم فيه منك راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع الصحي يعني يهتم بصحتك أفضل من أنه تهملها فإذا شعرت بأي شيء غير إعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود فيه من يومين فعشان هيك أنت بتحس بنفس الضغوط بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية أو الشراكة العاطفية أو علاقتكم بالأزواج خلال هذا اليوم أهم شيء ما تهملوا أي أمور اتجاه الطرف الآخر أو تلتزموا بأمور ما تقدروا انكوتوفوها حقها أو حتى النقاشات والحوارات ما بينك وبين الشركاء في ساعات العصر طبعا القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا فقط انكوتنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول انك تنفذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى مسائل لإلها علاقة بالاتصالات بالحوارات بالسفر العلاقة مع الأجانب الامتحانات الجامعية أو دراسة جامعية أو موضوع جامعي أو طلاب أو مدرسين أو قضايا قضائية أو أوراق قانونية أهم شيء اللي عنده امتحان أو مقابلة يعني يستعد بشكل جيد وما يعتمد كثير على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تدعمك على مستوى بيت السمعة وتعزز من ثقتك بالنفس وتقدر تدافع عن سمعتك بشكل جيد في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بأشياء بتيجي مثل العمل زميل العمل رئيس عمل أشياء زي هيك وممكن تسمعوا بعض الكلام اللي فيه نوع من أنواع الإطراء أو الثناء على بعض الواجبات يعني أهم شيء ما تخالفوا القوانين ما تجازفوا وما تغامروا خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا النهار أهم شيء أنك تأدي الواجبات اللي عليك على أكمل وجه حاول أنك ما تهمل واجباتك نهائيا ممكن يكون لك نشاطات اجتماعية عالية وتسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو زيارات أشخاص لإلك أما بالنسبة لبيتك 12 فتقريبا يعني بيت المتاعب ما فيه أي تأثيرات للكواكب بس بنقولك أنه حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم حاول ما تراكم الأعمال عندك برضو انتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات أو الأمور اللي بتيجي بشكل مفاجئ حاول ما تدخل أماكن مجهولة وما تغامر بكلام ممكن أنه يتسجل عليك بالفترة هاي أو تنفهم غلط مثلا برج الدلو أهم شيء أنكو يعني اليوم يعني القمر موجود في مكان له البيت السادس لإلكم بضغطكم على مستوى العمل أو قلق بمسألة إلها علاقة بالعمل وممكن يضغط على مسألة إلها علاقة بالصحة أو يوتر الصحة شوي يعني المزاج متقلب إلى أجواء مش بكامل حيويتها لأن القمر بلش بمرحلة المقابلة فبتطلب منكو ضبط العصاب قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني تقريبا تحمل بعض الاهتمامات المالية ممكن تفكيرك ينشط بدرجة مرهقة جدا اليوم لتحسين وضع مالي أو تطوير وضع مالي أو إيجاد مخرج معين لأزمة مالية ممكن تحصل بعض المكاسب أو بعض الاهتمامات المالية ولكن يحذر من الدفعات اللي بتيجي بشكل مفاجئ أو القلق بالتزامات يعني تكون أكبر من طاقتك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء طبعا من المريخ تعطيك نشاط عالي بالتنقلات والاتصالات والحوارات ولكن عصبيتك ظاهر أكثر فعشانيك بالضبط العصاب مطلوب ما في داعي للإنفعال ولا للعصبية ولا للتهور إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم بدك تستعد بشكل جيد حاول ما تهمل واجباتك مهما انكثرت أو حتى إن كان فيها إلزام لإلك اللي عنده امتحان بدي يستعد واللي عنده تعامل مع أخ أو جار برضو بدي يضغط عصابه أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت أورانوس اللي بحدث المفاجآت اللي علها علاقة في المنزل أو بالعائلة أو اهتمامات عائلية أو أشياء لها علاقة بأفراد العائلة ضبط الأعصاب مطلوب والحوارات برضو مطلوب أنك تضبط أعصابك وتكون واضح بكلامك عشان ما تنفهم بطريقة خطأ يعني ممكن بعض الواجبات زي تصليحات ترميمات أو مشتريات تظهر اليوم بشكل مفاجئ احذر بس من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا يعني في ساعات المساء ممكن تتعزز علاقتك ما بينك وبين الحبيب أو تنشط في بعض المسائل اللي بتقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أهم إشي إذا كان في حوار أو نقاش ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين حاول إنك ما تنفعل على أي موضوع أو كلمة بتعاكسك أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود في البيت السادس فعشان يكوصلوا عملكم السابق وانتبهوا لصحتكم ولا أقلع أعمالكم يعني ما تخلوا أعمالك وتتراكم في ساعات المساء أو في ساعات العصر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بين شركاء المال أو العاطفي أهم شيء أن تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بيحمل بعض النشاطات اللي إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة حاول إنك أنت تضبط ميزانيتك تضبط أعمالك ما في داعي إنك تكفى الحد بالفترة هاي إذا كثرت عليك الالتزامات ترتبها بشكل جيد حاول إنك ما تخوض في مسائل إلها علاقة بالقروض أو الديون أو الأمور هاي خلال الفترة هاي لأن الأجواء مش مساعدة لهذه المسائل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعطيك قدرة على التواصل والاتصالات والحوارات وخصوصا مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بجامعة أو دراسة أو امتحان أو مقابلة اللي أهم إنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وتدرس وتستعد إذا كان عندك قضايا قضائية أو معاملات قانونية إنجزها وما تأجلها وما تخليها تتراكم عندك أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما في أي تأثيرات للكواكب عشان هيك منقولك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول ما تتغيب عن دوامك حاول ما تدخل بخلافات أو نقاشات حادي ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل وما في داعي لمخالفة القوانين أو المجازفة بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتقارب ما بينك وبين الأصدقاء وخصوصا في ساعات المساء ممكن تنشط بلقاءات أو زيارات أو تعامل مع بعض الأصدقاء أو مجامل من بعض الأصدقاء أو حوار مع بعض الأصدقاء تسعى فيه أو هم يبادروا بمساعدتك في أمر ما أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الجدي بنقولكوا ديروا بالكوا انجزوا عمالك الضرورية ما تخلوها تتراكم وبرضو اهتموا لأي طارق بحدث على مستوى الصحة ممكن برضو الفترة هاي تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأقارب بسبب وضع صحي أو ممكن استشفائي أو زيارة مريض برج الحوت طبعا بالنسبة للبيترا واليوم تقريبا الأجواء داعمة لإعلاق لغاية ساعة المساء طاقة موجودة حيوية عالية ثقة بالنفس عالية عندك رغبة بإنجاز كثير من الأعمال أو النشاطات خلال هذا اليوم والاهتمام حتى بأمور إلها علاقة باللباس بالمظهر بالتجميل بالأمور الفنية بالمواهب يعني تقريبا الأجواء فيها حيويات ولكن في ساعات العصر القمر رح يصير في البيت السادس رح يضغطك شوي بيضغطك على المستوى النفسي على المستوى العمل على مستوى الصحة فبدك تكون حذر أنك تنجز كل أعمالك الضرورية قبل ما نوصل لهذا الوقت أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا المريخ مازال موجود وبيضغط على موليد العشرية الثالثة وآخر العشرية الثانية بيضغطهم من ناحية المالية بالمصاريف أو الدفعات أو القلق المالي حاول أنك تبتعد عن المصاريف الزيادة برضو مشتريات ممكن التزامات ممكن ضغوط مالية تظهر بالفترة هاي تطلب منك الإجتهاد أو تكون مرهقة أثناء تأدية الحسابات أو ترتيب الالتزامات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء من أورانوس تحدث لك اتصالات مفاجئة أو مشوير مفاجئة أو رحلات مفاجئة تنقلات امتحانات مقابلات أشياء لها علاقة بعطل بالسيارة بجهاز تليفون يعني في أشياء لها علاقة بالمفاجئات خلال فترة هاي يعني بدك تكون حذر ومش قلق كثير منها وتكون جاهز لها عشان تقدر تديرها وما تتفاجأ هيك يعني تفاجأت لا كمل الأمور وعملها بكل أريحية ممكن الفترة هاي تظهر لك نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الروتينية يعني أعمالك بطبيعتها بروتينها ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو تهتم بمشتريات أو ديكور أو ترتيب أو أعمال منزلية أو حتى لقاءات عائلية أهم شيء يعني ما تظهر أنك أنت مستاء من بعض الأشياء حتى لو خالفتك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات العصر فبتظل الأمور قوية عندكم والعاطفي جياشي والرغبة بتقرب من الأحباء والاهتمام بالنفس قوي وبرضوح على المستوى العاطفي يعني جيد مع الأبناء مع الوالدين مع الأحبة تقريبا الأجواء فيها إيجابية عالية أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر رح ينتقل للبيت السادس في ساعات العصر بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن يتراكم فيه العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الشمس موجود مقابلك تماما وهي برضو بتشكل زاوية ما بين نبتون وما بين الشمس زاوية تقابل فعشان هيك منقول ما في داعي للخلافات والنقاشات والحوارات ما بينكم وبين شركاكم ما تصعدوا الأمور ولا تصعدوا الخلافات إن ظهرت وخصوصا ما بين الأزواج يعني حاول تحلوها بمرونة وحاول إنك تأخذ على جنبك شوي بدون تأزيم الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا عطارد موجود بدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض بالديون بالأمور البنكية بحلول بعض المسائل المعقدة اللي إلها علاقة مثلا بقرض أو تحصيل بعض الأموال اللي عليك أو حقوق لا إلك ممكن تيجي حقوق زوجية حقوق من نفقة من بنك من قرض مثلا يعني هاي الأمور ممكن اليوم تنحسم ولصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تنشط ببعض الاتصالات وممكن يجيك خبر من خارج البلاد أو تسعد بخبر ما يعني فيه نوع من أنواع الفرحة أو فيه نوع من أنواع الإنجازات إلها علاقة إما ببريد أو استراد أو تصدير أو مراسلات اللي عنده امتحان أو مقابلة الأجواء جيدة ودعمة بقوة ولكن إن درست يعني ممكن تحصل علامات أعلى أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة شوي بتطلب منك نوع من أنواع التركيز ما في داعي للمجازف ولا المغامرة ولا لمخالفة القوانين إنجز الأعمال الضرورية والمهمة المطلوبة منك وفي منك رح يهتم لبعض المسائل اللي إلها علاقة بالزملاء أو رؤساء العمل خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض الأشياء الإيجابية الإجتماعية زي لقاء الأصدقاء أو حوار معين أو إنجاز بعض الأعمال المهمة خلال هذا اليوم في منك رح يهتم بدعوة أو حضور حفلة أو مناسبة أو حتى زيارة بعض الأصدقاء إما لمجاملتهم أو لعيادة مريض عندهم أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء خالية ما فيه تأثير لأي كوكب فعشان هيك ممكن تهتم بعمالك بشكل جيد ممكن يكون عندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال ولكن في ساعات العصر ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال بدك تكون حذر برضو الأمور الصحية فيها نوع من أنواع التقلب فعشان هيك أحذر إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع طبيبك يعني بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام الصحي أكثر وممكن إنك تهتم بمسألة إلها علاقة بقريب جدا إما مريض أو زيارته أو اتصال معا لعيادته هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء